موسيقى الحصاد من قناة الهدى بالقاهرة أهلا بكم ونبدأ بالعنوة رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالة النواب الصدريين والصدر يعتبرها تضحية للتخلص من المصير المجهول استباقا لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد لبنان بقصف مدمر إذا وقعت الحرب ستيفاني ويليامز تعتبر محادثات القاهرة فرصة أخيرة للتوافق على الدستور الليبي حزب ماكرو والاتحاد اليسري بقيادة ميلانشو يتصدران الدورة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية وافق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على استقالات نواب الكتلة الصدرية التي جاءت استجابة لدعوة مقتدى الصدر التي وصفها بأنها تضحية من أجل الوطن والشعب ولتخليصه من المصير المجهول يأتي هذا بينما عقد الإطار التنسقي اجتماعا طارئا لبحث تداعيات هذه الخطوة يبدو أن المشهد في العراق يتجه لمزيد من التعقيد والضبابية مع تقديم جميع نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناء على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الصدر وصف الخطوة بأنها تضحية من أجل الوطن والشعب ولتخليصه من المصير المجهول على حد قوله كما أن زعيم التيار الصدري قرر إغلاق جميع المؤسسات التابعة للتيار في المرحلة الحالية باستثناء البعض منها الإطار التنسيقي من جانبه عقد اجتماعا لبحث تداعيات استقالة النواب الكتلة الصدرية مرحبا بالخطوة ومشيرا إلى أنه سيتم العمل ومع النواب المستقلين لاختيار رئيس الحكومة الجديد وكان الصدر الذي أعلن انضمامه لصفوف المعارضة قد دعا مرارا في السابق إلى تشكيل حكومة أغلبية بعيدا عن التبعية للخارج كما طالب الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة من دون تياره وفي منتصف الشهر الماضي أمهل الصدر النواب المستقلين مدة أسبوعين للانضمام إلى تحالفه الثلاثي إنقاذ وطن إلا أنهم أعلنوا رفضهم متمسكين بموقفهم المستقل بعيدا عن التكتلات الطائفية وتعيش البلاد منذ أشهر في انسداد سياسي يرى مراقبون أنه بات عصيا على الحل ما دفع بعض السياسيين والمراقبين إلى طرح فكرة إجراء انتخابات نيابية جديدة ينضم إلينا من بغداد الدكتور سعدون السعدي الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية دكتور سعدون ما قانونية هذه الخطوة من الطيار الصدري بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أخي الكريم وأحيي مشاهدي قناة العرب الكرام نعم كانت هذه متوقعة من السيد الصدر لأنه دائما ما يفاجئ الجمهورة باتخاذ قرارات جريئة لقد وصلت العملية السياسية في العراق إلى نفق مظلم ومزدود كلاهما الطرفين الأساسيين الشيعيين يعني متشددين في مواقفهما سيد الصدر مصر على الأغربية الوطنية والإطار التنسيقي مصر على التوافقية وبالتالي سيد الصدر وصل إلى نقطة مفصلية هامة لا سيمة وأنه أعطى للإطار التنسيقي ثلاثين يوما ولم يفلح في تشكيل حكومة وأعطى للمستقل إلى خمسة عشر يوما ولم يفلحوا في تشكيل حكومة ويبدو أنه قد سئمة لا سيمة وأن جمهوره واسع وكبير في الداخل العراقي وبالتالي وضع الفرقاء السياسيين في موقف مهرج لا يحسنون عليه الآن الإطار التنسيقي في موقف شديد الحساسية الآن هو بهذه الاستقالة السيد الصدر قد وضع الإطار التنسيقي وجميع الذين ينتمون إليه في حرج شديد لأنهم لا يستطيعون تشكيل الحكومة بمفردهم ولا يستطيعون الذهاب للمعارضة بمفردهم وبالتالي تبقى العملية السياسية بحاجة إلى السيد مقتدى الصدر أعود للنقطة الأولى ما قانونية هذه الاستقالات لأن هناك مدة في القانون تتحدث على أن النواب لا يستطيعون تقديم الاستقالة إلا بعد مرور عام أبداً أبداً ليس صحيحاً هذا الكلام أعطيت الاستقالة حق حصري لكل عضو في مجلس النواب له الحق الاستقالة وماذا عن المدة التسعة والأربعين من القانون تفضل نعم ولكن هو النظام الداخلي يقول فيه مواد فقط في حالة الإقالة أكو فرق بين الاستقالة والإقالة الاستقالة من حق أي إنسان يستقيل ولكن الإقالة تحتاج إلى تصويت أغلبية الثلاثين في داخل مجلس النواب وبما أنها استقالة حتى لو كانت استقالة جماعية فلا تشكل أي خلاف القانون وأنها استقالة حقيقية والسيد رئيس مجلس النواب وقعها على مضب قال وقعتها على مضب نعم لأنهم حلفاء سيد الصدر ولكنها قانونية وسليمة من يحق لهم أن يحلوا محل من استقالوا؟ لو كان النظام انتخابات 2018 لا يحق لأي جهة سياسية أن تمنى ولكن على هذا القانون الجديد انتخابات الموقتة أو الانتخابات التي نعتبر انتخابات 2022 يعني انتخابات أربع سنوات هذه الانتخابات فيها دوار متعددة فأي نائب يستقيل فيأتي من دائرته النائب الذي يكون أكثر عددا من بعده وبالتالي سوف يتقاسم إن تمت العملية وقبلت استقالات النواب والسيد الصدر أصر على هذه الاستقالة فالمستفيد الأكبر الكتلة السياسية الشيعية الموجودة في الوسط والجنوب وأقصد بها دولة القانون لها حصة الأسد والفتح وإشراقة كانون وامتداد وغيرها من الكتلة السياسية فهي أوتوماتيكيا سوف تحل محل الكتلة الصدرية طبقا للاستحقاق الانتخابي ماذا قصدت دكتور سعدون بإذا أصر السيد الصدر هل يمكن العودة في هذه الاستقالات بعد تقديمها وبعد قابولها نعم أنا أتكلم بمنطق السياسة والسياسة هي رمال متحركة والسياسة هي مناورة وأنا لربما أنا مع رأيي المناورة السياسية هي مناورة من السيد الصدر ليقيني يقينيا السيد الصدر يعتقد بأن لا حكومة للعراق من دون الكتلة الصدرية وبالتالي أنا أتوقع في الساعات القليلة القادمة أو لربما غد أو بعد غد سوف تكون هناك رحلات مكوكية إلى الحنانة يعني في النجف الأشرف لقاء السيد الصدر وأقصد بهم المقربين منه في إطار التنسيق سيد هاد العامري وسيد عمار الحكيم لربما سيد حيدر العبادي ولربما آخرين سوف يذهبون تباعا إلى النجف لإيجاد حل والخروج من هذا المأسق الكبير هل يمكن سحب الاستقالات والعودة فيها بعد أن تم قبولها وتم تقديمها بشكل رسمي هل يمكن العودة فيها هل هناك فترة زمنية كل شيء وارد في العراق المشكلة في العراق لا أحد يحترم المدد الدستورية لماذا نعاني الآن من هذا الانسداد السياسي لأنهم لم يحترموا المهل الدستورية في كل دول العالم حينما تنتهي المهل الدستورية أوتوماتيكيا تذهب حكومة تصريف الأعمال وتحدد لمدة شهرين قادمين والانتخابات الجديدة هذا حدثت في كل الدول حتى إسرائيل أكثر الحكومات فيها هي حكومات لا تستطيع أن تأتلف الأحزاب وتشكل الحكومة وبالتالي ينحل المجلس النواب والذهاب إلى الانتخابات الجديدة إلا في العراق كل شيء متاح وكل شيء مقبول لأن الكتل السياسية لا تحترم هذه المدد الدستورية لكن السيد الصجر يحترم كلمته فإذا أصرت الكتل السياسية وخاصة الإطار التنسيقي على التوافقية فسيذهب بعيدا ويترك العملية السياسية وهو اليوم أعطى أوامر بمناسبة أغلق كل المكاتب الخاصة بالنواب وأغلق كل المكاتب التابعة للتيار الصجري بما فيها الأية السياسية بما فيه المكتب الخاص وأبقى على ستة مؤسسات خدمية ودينية أبقاها وأما البقية كلها وتقربا هي أكثر من 50 أو 60 مركز هل يعني ذلك أنه يريد أن يتعد عن المشهد السياسي؟ لا هو بالتأكيد دائما ميزة السيد الصجر لديه أتباع مطيعين دائما يجمد مجموعة ثم بعد ذلك يأمر بعودتهم يعني الميزة في التيار الصجري يختلف عن كل الكتل السياسية الكتل السياسية ليس لديها جمهور ثابت إلا التيار الصجري جمهوره ثابت ولن يتغير يزيد ولا ينقص وبالتالي هو يتحكم بجميع الأمور يتحكم بجميع المفاصل فإذا قضر العودة سيعود وإذا كان مقتنعا بعدم العودة سوف لا يعود السيد الصجر لن يؤثر عليه أحد السيد الصجر لديه قدسية أبو وضخامة المشهد السياسي ولكن دكتور سعدون هذه الخطوة على من تضغط؟ والله أنا حسب المعطيات وحسب التحليل السياسي لربما تضغط على جهتين الأولى هي الضغط على المحكمة الاتحادية لربما لديها رغبة بنقض مشروع الأمن الغذائي طبعا هذا قانون الأمن الغذائي فيه خلاف كبير وهو أيضا تحتبر الجهات السياسية وبما فيها المحكمة الاتحادية بأنه غير دستوري لأن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها التصرف بأموال الدولة فقط لديها سلف ولديها أن تصرف 1 على 12% من إجمالية موازنة العام الماضي ولكن لا يحق لها التصرف بالأموال وبما أن هذا القانون فيه جلبة مالية فأوتوماتيكيا لربما المحكمة الاتحادية تنقض هذا العامل الأول العامل الثاني هو يريد أن يضع الإطار التنسيقي في حرج شديد لأن هذه الخطوة ذكية أنا أعتبرها ضربة معلم لأنه وضع الآن الإطار التنسيقي في مواجهة حقيقية لماذا مواجهة حقيقية؟ لأن ما تبقى من إنقاذ وطن أقصد بهم التيار يعني حزب التقدم الذي هو زعم الحلبوسي العرب السنة وأيضا الكرد لا زالوا متوافقين وباقين على عهودهم مع سيد الصدر وبالتالي من أين يأتي الأطار بحكومة توافقية وهو بحاجة إلى 221 نائب على الأقل لتمريض رئيس الجمهوري أنا أقول الوضع معقد وشائك وربما يعني الأيام القليلة القادمة ستحدث مفاجآت كبيرة في العراق لأن درجات الحرارة مستفعة والكهرباء في العراق متلكة وقد عودنا الجمهور العراق في كل عام في شهر 7 صعودا تظهر المظاهرات ويتهيج الشارع من أجل المضاهرات وهل يمكن للمظاهرات أن تغير من هذا المشهد؟ نعم المظاهرات تغير كما غيرت 2018 أسقطت حكومة عادل عبد المهدي خاصة وأن هذه المظاهرات لربما سوف تترى عليها عوامل إقليمية ودولية إذا كان هناك ضخ وتمويل وتنظيم نعم تؤثر وتؤثر وتسقط حكومات وليس حكومة واحدة شكرا دكتور سعدون السعدي الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية كنت معنا من بغداد هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي فيذا كخافي سكان لبنان بشن قصف مدمر واسع غير مسبوق إذا وقعت الحرب وقال إن قوة الهجوم الإسرائيلي ستكون بشكل لم يشهده من قبل على حد قوله مشيرا إلى أنه سينصح سكان لبنان بالمغادرة ليس فقط في بداية الحرب بل منذ بداية التوتر وقبل إطلاق الرصاصة الأولى وأضف كخافي أن الجيش الإسرائيلي سوف يستهدف أي راجمة صواريخ كما أنه رصد ألاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقضائف ولفت كخافي إلى أن الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع ست جبهات أخطرها تهديد نووي محتمل ينضم إلينا من بيروت مونير الحافي الكاتب والباحث السياسي سيد مونير ما وقع هذه التصريحات في بيروت مساء الخير لك ولي جمهور الغد الحقيقة أهل بيروت وأهل لبنان معتدون على التهديدات الإسرائيلية ومعتدون على الاعتداءات الإسرائيلية والوضع في بيروت بالأصل اللبنانيون هم في حالة حرب اقتصادية مذهلة وفي حرب اجتماعية كبيرة جدا فهذه التهديدات طبعا هم يأخذونها على محمل الجد ولكن اللبنانيين شعب صامد وصابر ولكن في الوقت نفسه شعب ذكي ويعرف ماذا يريد الشعب اللبناني اليوم لا يريد الحرب التي إن فرضتها إسرائيل سيتحملها ولكن الشعب اللبناني لا يريد الحرب التي تريدها إسرائيل ولا يريد الحرب إذا قام بها حزب الله لنكن صريحين جدا الشعب اللبناني يريد أن يتوحد خلف الدولة اللبنانية وخلف الدولة اللبنانية فقط والجيش اللبناني فإذا اتخذ الجيش اللبناني فقط أكرر فقط فإذا اتخذ الجيش اللبناني القرار بمواجهة إسرائيل عسكريا عند إذن الشعب اللبناني يتوحد خلف مسؤوليه وخلف الدولة اللبنانية وعند إذن كل فصيل سواء كان سياسيا أو غير سياسي يجب أن يلتزم بهذه التعليمات وهذه التوجهات التي تريدها الدولة ولكن الدولة اللبنانية بحسب تصريحات التي قالها أكثر من مسؤول لبناني وأقصد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الغزراء وغيره من المسؤولين لا يريدون الحرب يريدون الذهاب إلى التفاوض عشية وصول هوكشتاين هوكشتاين يصل غدا يريدون إكمال التفاوض غير المباشر مع إسرائيل وفي الوقت نفسه الحصول على الحقوق اللبنانيين من النفط والغاز الذي يسمح لهم قانون البحار الدولي بالحصول عليه خصوصا وكما ذكرت سابقا بأن لبنان يعيش أزمة جوع أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ تأسيس لبنان الكبير في العام 1920 دائما في فكرة المفاوضات لابد أن يكون هناك تهدئة بين الطرفين قبل بدء أي مفاوضات إلى أي مدى تشير هذه التصريحات بوجود أجواء مناسبة؟ أنا أعتقد عزيزي بأن مجرد تهديد كوخافي وكلام السيد نصر الله يوم الخميس الماضي هو جزء من المفاوضات يعني التهديد المتبادل هو جزء من المفاوضات عشية المفاوضات الحقيقية التي يقودها الأمريكي فالتهديد بالحرب هو جزء من الحرب النفسية والحرب النفسية وغيرها والحرب الحقيقية في نهايتها سيكون هناك سلام لأنه بحسب المنظرين والمحللين دائما تقوم الحروب لكي يكون هناك سلام نحن لا نريد الحرب نريد السلام ونريد حقوقنا هذا التهديد على ما أعتقد جاء ردا على كلام الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله الذي هدد السفينة اليونانية والذي يملكها إسرائيلي يوناني وقال بأن وجود كما تعلم وكما تابع الجميع بأن وجود هذه السفينة هو خرق لإذا بدك المبادئ الدولية والقوانين الدولية لأن هذه النقطة البحرية أقصد هي نقطة متنازعة عليها تقع بالقرب من الخط 29 الذي يطالب به لبنان على الرغم من أنه لبنان الرسمي لم يوقع وأقصد رئيس الجمهورية هنا نقطة سيد مونير تعديل المرسوم 6430 الذي يطالب بضم هذا الخط 29 إلى حدود البحرية اللبنانية ولماذا لم يوقعه؟ أعتقد أن للرئيس عاون عدة حسابات الرئيس عاون أولا لنكون موضوعيين يعتمد على المرسوم 6430 الذي كان قد رفع إلى الأمم المتحدة ومنذ العام 2011 يعني العام 2011 ويقول بأن الخط التفاوض اللبناني هو الخط 23 قبل ذلك كان ما يطالب به لبنان ربما الخط واحد وخطوط أخرى مختلفة وصلنا إلى الخط 23 واكتسب لبنان في ذلك الوقت في العام 2011 مكاسب كبيرة من هذه القطعة البحرية توقف الرئيس عاون عند هذا الحد معتمدا على بعض النصائح الأمريكية والدولية التي تقول له اقبل بهذا الموضوع لعدة حسابات تتعلق بوضعه الشخصي كرئيس الجمهورية وبوضع صهره جبران باسيل الذي يفاوض الأمريكيين في عدة مناسبات ولا تنسى أن العقوبات الدولية الأمريكية مفروضة على صهره والرئيس عاون ينتهي عهده في 31 أكتوبر فهناك حسابات شخصية للرئيس عاون تمنعه من توقيع هذا المرسوم باعتقاده الخاص واعتقاد العديد من السياسيين اللبنانيين إذن عندما يذهب المفاوض اللبناني فلا يملك الوثائق الرسمية أو الدعم الرسمي لتفاوض على النقطة التاسعة والعشرين صحيح هذا الأمر طولب به الرئيس عاون عدة مرات من جهات حزبية وغير حزبية ولكن الرئيس عاون حتى هذه اللحظة ونحن نتحدث معك في السوديو عزيزي لم يوقع تعديل المرسوم 6443 الذي رفع إلى الأمم المتحدة في العام 2011 هناك مطالبات عديدة من قوى التغيير مثلا النواب الجدد الذين ذهبوا إلى النقورة وطالبوا الرئيس عاون بفعل ذلك ولكن لأسباب معينة لم يوقعه يقال أن هناك نصيحة أمريكية بعدم التوقيع وبالموضوعية أيضا نقول لا ننسى أن هوكشتاين كان في شباط الماضي في فبراير الماضي وقال أن الخط الذي تقبل به أمريكا لكي تفاوض وتكون وسيطا ما بين إسرائيل ولبنان هو الخط 23 وهناك من يقول الآن في بيروت بأن هناك صفقة ما تجري بأن يكون الخط 23 هو المنطلق للمفعوضات على أن يكون هذا الخط ليس متعرجا أن يكون خطا مستقيما بحيث يكون إذا أردت خزان قانا النفط والغازي تابعا للبنان وخزان كريش الإسرائيلي تابعا لإسرائيل بمعنى أن يكون هناك صفقة قانا مقابل كريش وهذا ما سيحمله باعتقاد الوسيط الأمريكي مجددا ليستمع من المسؤولين اللبنانيين سيأتي ومعه وفد كبير هذه المرة ربما لحل ما في الأفوق لأن الجميع إذا أردت أن تسأل عن الحرب كما سألتني في المرة الأولى الجميع لا يحتمل الحرب لا لبنان ولا إسرائيل الموجه إليها مائة ألف صاروخ من حزب الله ولا أيضا المنطقة تحتمل الحرب ولا العالم اليوم يحتمل الحرب بسبب ما يجري في أوكرانيا وهناك أربعمائة مليون شخص معرضين للجوع ولا تنسى أن أوروبا على أبواب الشتاء ستكون بحاجة لهذا الغاز من أينما أتى غير الغاز الروسي والكل لا يستطيع أن يتحمل حربا جديدة في لبنان ما بين لبنان وإسرائيل كيف هدد حزب الله والسيد حسن نصر الله إسرائيل في ظل عدم وجود دعم رئاسي وهناك علاقة وتحالف ما بين الطيار الوطني الحر وحزب الله يعني أشكرك على هذا السؤال اللطيف لأن هناك تحالف إذا أردت بإيصال الرئيس عون إلى الرئاسة ولكن بالنهاية حزب الله ما يريده يفعله لا ينتظر أحدا وإنما إذا أردت أيضا الموضوعية بالكلام الأخير الذي تحدث به السيد نصر الله يوم الخميس قال أنه نحن نضع كل أوراقنا تحت أمر الرئيس عون بمعنى ما يقررها الرئيس عون لأنه بحسب الدستور هو المقرر الرسمي على اللبنان ولكن وسريعا سيد مونيك لماذا في هذه النقطة تحديدا ربط حزب الله أي تحرك بالدعم الرسمي وكل تحركات حزب الله السابقة ليس لها علاقة بالتوجه الرسمي للدولة اللبنانية بل ترفضه رسميا لماذا في هذه النقطة تحديدا سأقول لك قولا واحدا وأعتقد يعبر عن عدد كبير من اللبنانيين أو معظم اللبنانيين اليوم اللبنانيين لا يحتملون حربا جديدة كما ذكرت لك في بداية اللقاء لا يحتملون حربا جديدة وحزب الله يعرف بأن لبنانيين بأنه إذا بدأ حزب الله الحرب لن يعود يعني يقبل حتى في بيئته في الجنوب أو في البقاء لن أتحدث بالطائفية حزب الله لا يستطيع أن يفتعل الحرب حزب الله لا يستطيع أن يطلق الرصاص الأولى إطلاقا هو يضع مظلة اسمها الجيش اللبناني والدولة اللبنانية والرئيس ميشيل عون والرئيس ميشيل عون يفاوض الأمريكيين غدا بشكل رسمي ومعه الرئيس نجيب ميقاتي ولكن معه أيضا الرئيس نبيه بري وهو المركز الأول في الطائفة الشيعية في لبنان الكل سيكونون تحت جناح الدولة وحزب الله لا يستطيع ولا أي أحد يستطيع أن يطلق الرصاص الأولى على لبنان لأنه سيحمل حزب الله وزر كل ما سيصيب لبنان إضافة إلى الأوزار الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي عيشها لبنان منذ تشرين الأول أكتوبر 2019 حتى هذه اللحظة شكرا يا سيد مونير الحافي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من بيروت وفي الشأن الليبي قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدى استفاني ويليمز إن ما تحقق في اجتماعات القاهرة هو إنجاز كبير لإعداد إطار دستوري متين في ليبيا في فترة تشهد منعطفا حرجا في مستقبل البلاد وفي كلمات أمام اجتماعات القاهرة بشأن المصاري الدستورية أشادت ويليمز بما شهدته المحادثات من تفاهمات وتوافق على عدد من النقاط الحساسة وهو ما يعطي الفرصة لإحياء الأمل للوصول إلى الانتخابات وأشرت المبعوثة الأممية إلى ضرورة التحلي بالمسئولية وتغريب المصلحة الوطنية للتوصل إلى توافق حول بعض النقاط العالقة ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد الزبيدي الكاتب والباحث السياسي الليبي سيد محمد ما المتوقع من هذه الجولة التي يطلق عليها جولة الفرصة الأخيرة مساء الخير أستاذ أحمد المتوقع من هذه الجولة مثل سابقاتها من الكثير من اللقاءات والمؤتمرات التي عقدت في جميع بقاع الأرض لا جديد حتى وإن كانت لغة السيدة استيفاني مليئة بالتفاول وعلى فرض أنه تم التوافق على النقاط الخلافية وهي النقاط الجوهرية في مشروع الدستور المتعلق بشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية والنظام الحكم المحلي في البلد إنما على فرض أنه لا اتفقوا على ذلك فإن هذا الأمر سيعود مرة أخرى إلى الاستفتاء على مشروع الدستور وسوف تطع لجنة صياغة الدستور وهي لجنة لا تتبع مجلس النواب ولا مجلس الدولة لأنها منتخبة شعبية وقوتها القانونية مساوية لكلا الجسمين فكل ما يتم من تعديلات على الدستور الذي خلصت إليه لجنة الستين سوف يتم الطعن عليه وسوف يقبل هذا الطعن ثم نعود إلى المربع الأول إلى النقطة صفر إذن هل المشكلة أن البداية خاطئة أم أن هناك أطراف لم تشارك في هذا التعديل؟ لا البداية خاطئة البداية أساسا خاطئة لأنه ليس لمجلس النواب ولا مجلس الدولة أنا أتحدث من الناحية قانونية صرفة لا أتحدث من الناحية السياسية لو تحدثنا من الناحية السياسية هذا موضوع آخر إنما من الناحية القانونية الصرفة التصرف من الأساس خاطئ والذي قادة أو الذي أسس لهذا الخطأ هي البيعة الأممية بعتة الأمم المتحدة لخصت الأزمة في ليبيا على أنها هي أزمة قوانين أزمة دستور بينما أن الانتخابات كانت من الممكن إجراءها في 24-12-20-21 وفقا للقوانين المعمول بها القانون الانتخاب المعمول به والتعديلات الدستورية التي تم التوافق عليها وكانت الأمور كل مهيئة لإجراء انتخابات جاءت المفوضية قالت أن هناك قوة قاهرة بمعنى أن الميليشيات قد حالت لأن الميليشيات اقتحبت المقر المفوضية وأعلنت الميليشيات جهار النهار أنها لن تقبل بنتيجة الانتخابات فتم تأجير الانتخابات لماذا لا يتم العودة لنفس القوانين التي كان من الممكن إجراء الانتخابات عليها في 24-12 ويتم البحث عن قانون جديد ودستور جديد واستفتاء جديد هذا انحراف في مسار الأزمة لأن البعثة الأممية لا يمحاربة الميليشيات ولكن سيد محمد حتى إذا تم العودة إلى هذه القوانين وهذا الدستور فالميليشيات ما زالت باقية كما هي أحسنت هو هذا هو لب individual هي هذه المشكلة اليوم سيد سامح شكري وزير خارجي المصري قال ذلك قال إن المشكلة في ليبيا هي مشكلة الميليشيات المشكل في ليبيا مشكلة أمن يستاذ أحمد إن المشكل في ليبيا هو تغول الميليشيات من فيلات الميليشيات والآن الميليشيات عندما أصبحت بإمكانها تعيين الوزراء وعز الوزراء والحصول على الأموال وحكومة الدبيبة صرفت 110 مليار خلال سنة واحدة من الأموال دون أن تتحول إلى أي مشاريع على الأرض طائرات الشحن العسكري التي تتقاطر على الميليشيات الآن محملة بالسلاح الميليشيات لا تريد أبدا بأي حال من الأحوال تغيير الواقع الموجود حاليا والبعت الأممية متماهية مع هذا والدولة الفاعلة في الحالة الليبية أيضا مشجعة على استمرار الوضع على ما هو عليه هذا هو باختصار لأن مشكلة الليبيين مشكلة أمنية صرفها ليست مشكلة قانونية أو مشكلة سياسية لجنة خمسة زياد خمسة التي كانت بالإمكانا تعبر بالبلد إلى بر الأمان واجتمعت هنا في القاهرة وتوافقت على أربع نقاط وتم التفاهم فيها ثم بقت نقطة تام فقط من جدو الأعمال خمسة زياد خمسة وهي طرد المرتزقة وتفكيك سلاح الميليشيات تم صرف النظر عن الخمسة زياد خمسة وتم التوجه نحو اجتماعات هنا وهناك لقاعدة دستورية تعديل الدستور تعديل قانون الانتخابات انتخابات ستجرى لا الانتخابات لن تجرى وهكذا ودخلت ليبيا في هذا الخدم ولكن هذه الميليشيات لا تتحرك بمفردها أو من تلقاء نفسها فهناك من يحركها من الداخل ويمولها أيضا بجزء كبير من الأموال إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع وهل هناك أيضا سبيل للتفاوض مع من يمولون هذه الميليشيات الميليشيات حل مشكلة الميليشيات في منتهى اليسر في منتهى البساطة في منتهى السهولة رقم واحد تجفيف منابع التمويل مصر في بي المركز والمؤسس الوطني للنفط لو تنقل المؤسس الوطني للنفط ومصر في بي المركز إلى سرتي إلى بنغازي إلى سبهة لأي مكان آخر خارج العاصمة طرابلس انتهى تمويل الميليشيات هذا رقم واحد رقم اثنين منع تدفق السلاح على هذه الميليشيات الجيش مازال محاصر ممنوع عليه التسلح وفق القرارين 1970 و1973 لصادرين عن مجلس الأمن بينما يتدفق السلاح والمرتزقة للميليشيات هذه الميليشيات التي الآن مسيطرة على مفاصل الدولة في طرابلس أول أمس كان هناك اشتباكات ضارية جدا في مدينة طرابلس تم ترويع الأهالي وتم إصابة العديد منهم هذه الميليشيات المدن التي تسيطر عليها الميليشيات تعاني الأمرين إذا تفاهمت هذه الميليشيات إذا تطاحنت أو إذا اختصمت طاحنت الناس ودمرت الناس وإذا تفاهمت فيما بينها سلبة نعمة البلد ونعمة الناس فطالما أن هذه الميليشيات موجودة فإن الأمن والاستقرار وموضوع انتخابات وما إلى ذلك كل نوع من الأماني الغير قابل للتطبيق على أرض الواقع مشكلة ليبيا حل الميليشيات تجفيف منابع دعم الميليشيات ولكن القيادة في طرابلس تعتمد عليهم سيد محمد القيادة في طرابلس هي صنيعة الميليشيات هي نتاج للميليشيات وأي حكومة على فكرة حتى على فرض أن حكومة باشاغة التي انتخبها البرلمان لتحل محل حكومة الدبيب وعلى فكرة هي حكومة الدبيب وفق الاتفاق السياسي تنتي مدتها يوم 21 في هذا الشهر لن تصبح لها أي أسس قانونية تستند عليها لاستمرارها في الحكم هذه الحكومة حكومة باشاغة لو انتقلت إضرارة سوف تقع رهين الميليشيات أيضا أي حكومة كائن من كانت تنتقل إلى العاصمة وفقا لمعطيات واقع الحال فإنها لن تستطيع أن تتحرر من سطوة الميليشيات لأن طرابلس الآن العاصمة مقسمة إلى كانتونات مناطق نفوذ ما بين هذه المجاميع المسلحة على مختلف تنوعاتها هناك مربعات في طرابلس أو مناطق معينة تسيطر على الميليشيات المؤدلجة وهناك مربعات تسيطر عليها ميليشيات منفلتة وإجرامية وهناك مربعات تسيطر عليها ميليشيات تابعة لقبائل ومناطق ومدن وهكذا فأي شخص مسؤول يتواجد في العاصمة طرابلس لابد أن يسترضي ويستعطف هذه الميليشيات لكي تنعم عليه بالاستقرار ولا تهدد وجوده وإلا فإنها سوف تريه الأمرين ولا يستطيع الإفلات من مخالب هذه الميليشيات ولكن دكتور محمد ما المانع من تسيير اللجان التي تلقت في القاهرة ويتم إعداد الدستور وموعد الانتخابات ويكون هذا الشكل الإطاري في أتم صورة ويتم التعامل مع هذا الملف الأمني من ناحية أخرى على فرض لنذهب في هذا الاتجاه ولنكون متفائلين أكثر مما يجب على فرض أن هذه اللجنة اتفقت اليوم اتفقت على النقاط الخلافية وفقا للقانون الانتخابي ووفقا للقوانين المعمول بها المرعية الآن في ليبيا هذه اللجنة عندما تعدل الدستور سوف يتم طرح مشروع الدستور لأن الدستور هذا فرغت منه اللجنة الستين سنة 2017 ورفضه مجلس النواب وكثير من مكونات الشعب الليبي رفضت بنود هذا الدستور سوف يطرح هذا الدستور على الاستفتاء قانون الانتخابات وقانون الاستفتاء في ليبيا يقول أن الأقاليم الثلاثة طرابلس وفزان وبرقة لا بد أن يحضر الدستور بموافقة الأقاليم الثلاثة وكل على حدة بما لا يقل عن 51% من أصوات الذين تم الاستفتاء وما الذين صوتوا عندما ترفض أحد الأقاليم الثلاثة أو أحد المحافظات الثلاثة أو أحد الولايات العثمانية الثلاثة هذا الدستور سوف يتم إعادة الدستور مرة أخرى إلى لجنة صياغة الدستور لكي تعدل الدستور اللجنة التي يعاد إليه الدستور هي لا تعلم ما هي أسباب الرفض لأن التسميات هذه طرابلس برقة فزان تسمية عثمانية هذه موروطة على الاستعمار العثماني لأن ليبيا عادت مرة أخرى إلى نفس التسميات القديمة التاريخية فيتم إعادة الدستور إلى لجنة الستين أو للجنة الدستورية التي شكلت استيفاني هذه اللجنة لا تعلم ولا تعرف ولا تدري ما هي الأسباب التي رفض بها الدستور ومطلوب منها إعادة صياغة الدستور مرة أخرى تصيغ الدستور على هواها ثم يطرح هذا الدستور مرة أخرى الاستفتاء عليه وعندما يتم رفضه وهكذا ندخل في حلقة مفرغة لا نهاية لها لماذا الدهاب في هذا الاتجاه هذا ناهيك عن مسألة الطعن لأن أي محامي لأن هذه من ضمن النظام العام أي محامي يستطيع الطعن في أعمال هذه اللجنة بالإضافة إلى لجنة الستين التي الآن تنتظر لأنها سوف تصعم في أعمال هذه اللجنة لأن هذه اللجنة تعدت اختصاصاتها وصبح تمارس في عمل ليس موكل إلاها لأن لجنة الستين تساوي البرلمان من حيث القوة القانونية الاثنان منتخبان من الشعب فنحن في أمام دوامة ومتاهة لا تنتهي الأولى والأجدر العودة لنفس القوانين التي كانت محمولة أو كانت تجري الانتخابات عليها منذ شهرين مضا وتجري الانتخابات لكن على فرض ياسيلي وجرت الانتخابات طالما أن الميليشيات موجودة بهذا الحال لن تعترف بلجهة الانتخابات من الذي يستطيع إجبار الميليشيات أن تعترف شكرا دكتور محمد زبيدي الكاتب والباحث السياسي الليبي كنت معنا من القاهرة عصاد اليوم مستمر معكم من قناة الغد وتشاهدون بعد الفاصل اتفاق مبدئي بين الديمقراطيين والجمهوريين لتقييد امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة أهلا بكم من جديد في الحصد وهذا تذكير بأهم العناوين رئيس البرلماني العراقي بل يقبل استقالة النواب الصدريين والصدر يعتبرها تضحية للتخلص من المصير المجهول استباقا لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية رئيس الأركان الإسرالي يهدد لبنان بقصف مدمر إذا وقعت الحرب استفاني ويليمز تعتبر محادثات القاهرة فرصة أخيرة للتوافق على الدستور الليبي حزب ماكرو والاتحاد اليسري بقيادة ميلانشو يتصدران الدورة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية أظهرت التقديرات الأولية أن تحالف الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد اليساري بقيادة جان لوك ميلانشو وحزب الرئيس إمانويل ماكرو النهضة تصدر نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية تشير التقديرات إلى حصول الحزبين على حصص متقاربة بنحو 26% لكل منهما ما يهدد حزب الرئيس بخسارة الأغلبية الفرلمانية ينضم إلينا من باريس الدكتور رامي الخليفة العليان الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس أكتور رامي البعض استبقى النتائج الأولية وتحدث على أنها تمثل هزيمة لحزب الرئيس الفرنسي هل بالفعل هي تمثل هزيمة؟ أهلا بك أحمد تحية لك ولمشاهديك الكرام حتى الآن لا الحقيقة النتائج متقاربة للغاية وبالتالي لا يمكن القول أن هناك هزيمة ربما نحن بانتظار الدورة الثانية من هذه الانتخابات لكن هناك مؤشرات على أن الرئيس واجه خصما عنيدا وخصما مهما للغاية اليسار لأول مرة ربما على انتداد سنوات خلت استطاع أن يوحد نفسه تحت قيادة جاك ميلانشون وبالتالي يمثل خصما سوف يمثل إزعاجا للرئيس خلال الفترة القادمة وربما تحدث المفاجأة ويصل هذا الحزب إلى صدارة المشهد السياسي في فرنسا ويحقق جاك ميلانشون هدفه بأن يكون رئيسا للوزراء في قادم الأيام وأن يكون هناك تعايش ما بين رئيس وزراء ينتمي إلى حزب ورئيس الجمهورية ينتمي إلى حزب آخر وبالتالي هذه التجربة وإن كانت غير مشجعة في التاريخ الفرنسي لأنها حدثت مرتين مرة ما بين فرانسوان ميدران وجاك شيراك والمرة الأخرى ما بين جاك شيراك وليونيل جوسبان وكل التجربتين لم تكن مشجعتان ومع ذلك الحقيقة هناك من يريد كبح السياسة الليبرالية التي يتأخذها الرئيس إمانويل ماكرون ويريد أن يغير أو يحرف هذه السياسة باتجاه سياسة أكثر اعتدالا فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية خصوصا أن هناك الكثير من العوامل الاقتصادية أحمد التي ساهمت إلى حد ما في إضعاف جبهة الرئيس وإضعاف حزب الرئيس حالة التضخم غير المسبوقة التي تشهدها فرنسا حالة ارتفاع في الأسعار المواد الأساسية وبالتالي لا يوجد خصم للرئيس ماكرون سوى الاتحاد اليساري وبالتالي يمكن أن نتوقع أن هناك جولة حاسمة حامية الوطيس في الأسبوع القادم ولكن دائما عندما كان يتم الرغبة في معاقبة حزب الرئيس كان يتم الاتجاه إلى اليمين وليس اليسار لأن الرئيس يتبع سياسات يمينية بالمعنى الاقتصادي للكلمة وحتى بمعاني أخرى دعنا نشير إلى أن السياسات الليبرالية التي يتهجها الرئيس فيما يتعلق بسياسات الاجتماعية فيما يتعلق بكثير من القضايا في موضوع التقاعد في موضوع العمل وغيرها من القضايا هي سياسات أقرب للليبرالية منها إلى السياسات الاجتماعية أو السياسات الاشتراكية هذا جانب أيضا للحقيقة الخطاب الذي اعتبرناه ماكرون طوال السنوات الماضية خطاب يميل إلى اليمين وأحيانا إلى اليمين الشعوي فيما يتعلق بالمهاجرين وفيما يتعلق بالتركيز على الهوية الوطنية وما إلى ذلك وبالتالي الخصم الحقيقي لأفكار الرئيس هو اليسار وليس اليمين المتطرف الذي توثله السيدة ماغين لوبين والتي بالمناسبة جاءت في المرتبة الثالثة لذلك باعتقادي أن هناك الآن خياران مختلفان للغاية خيار الرئيس وليبراليته المعهودة وطريقة حكمه التي تميل إلى التفرد إلى حد ما وهذا ما يتهم به اليسار وفئة أخرى أو رؤية أخرى مختلفة تماما من الناحية الاقتصادية هي رؤية التي يمثلها اليسار بشكل عام طبعا نتحدث عن خليط الحقيقة ما بين الخضر والحزب الاشتراكي وحزب فرنسا الأبية وهذه الأحزاب التي تخوض هذه الانتخابات تحت زعامة جاك ميلانشون وبالتالي يمكن القول أن هناك خياران واضحين أمام الناخب الفرنسي في هذه الانتخابات التشريعية وبالتالي لا أعتقد أن اليمين هو الذي يمثل نقيضا للرئيس ماكرون في مرات سابقة من الانتخابات التشريعية في فرنسا كانت الجولة الثانية بها الكثير من المفاجآت هل وارد أن تكون هناك مفاجآت في الجولة الثانية أيضا هذه المرة؟ حقيقة المفاجأة الوحيدة التي يمكن أن تكون محتملة وإلى حد كبير هو أن يصل اليسار إلى أن يحقق الأغلبية على حساب حزب الرئيس على حساب التحالف الذي كونه الرئيس وبالتالي باعتقادي أن هذه هي المفاجأة الوحيدة طبعا أن يصل اليمين الشعب باعتقادي أن هذا احتمال ضعيف لغاية الأحزاب الأخرى وخصوصا ربما المفاجأة هو حزب الجمهوريين وهو حزب لطالما كان عنصرا أو رقما صعبا في المعادلة الانتخابية في الانتخابات التشريعية على وجه التعديد ولكن في هذه المرة تراجع بشكل كبير إلى الخلف وحل في المرتبة الرابعة في مفاجأة متوقعة إذا جاز التعبير أما مع هذا ذلك لا أتوقع أتوقع لأن المنافسة سوف تكون ما بين الحزبين أو هذين الاتجاهين اتجاه الرئيس والاتجاه اليساري خلال الانتخابات القادمة هناك كثير من المقاعد تم حسمها ولكن أغلبية المقاعد لم يتم وبالتالي نحن بانتظار أن يكون هناك تحالفات يمكن أن تنشأ بحسب كل دائرة انتخابية لكل دائرة انتخابية لديها معاييرها أنت محق تماما أحمد بالقول بأن هناك احتمال للمفاجآت لأن معايير الانتخابات التشريعية تختلف تماما عن معايير الانتخابات الرئاسية وبالتالي يمكن أن تكون مفاجأة هنا وهناك يمكن حتى أن يسقط بعض الوزراء والرئيس الفرنسي مانويل ماكمون اشترط على الوزراء الذين رشحوا للانتخابات التشريعية أن يفوزوا لكي يستمروا بمناصبهم الوزارية وبالتالي يمكن أن نشهد سقوطا لبعض الوزراء حتى الآن ذلك لم يتم كان من اللافت للنظر الحقيقة هو السقوط المريع لإيريك زامور مرشح الذي يوصف هنا في فرنسا على أنه مرشح ينتمي إلى أقصى اليمين واليمين المتطرف وحتى اليمين العنصري وهذا الحقيقة كان لافتا للنظر لأنه خسر المرة الثانية كان خسارته الكبرى في الانتخابات الرئاسية والآن هناك خسارة في الانتخابات التشريعية وبالتالي لا أعتقد أن هناك الكثير من المفاجآت التي يمكن توقعها شكرا دكتور رامي الخليفة العالي الباحث في الفلسفة السياسية جامعة باريس كنت معنا من باريس توصل الحزبان الديمقراطي والجمهوري لاتفاق مبدئي في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن وضع بعض القيود على امتلاك أسلحة نارية وتتضمن لإجراءات التشجيع على سحب الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين لكنها لا تشمل مطالب إصلاح أساسية يدعو إليها الديمقراطيون وفي مقدمتهم الرئيس جو بايدن الذي اعتبر الاتفاق مهما لكنه غير كاف في أحدث تطور بملف حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة مشرعون جمهوريون وديمقراطيون داخل الكونغرس الأمريكي يتوصلون إلى توافق مبدئي بشأن قيود جديدة فيما يتعلق باقتناء الأسلحة في البلاد وتتضمن الإجراءات تشجيع الولايات المتحدة على سحب الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين وتدابير بشأن تأمين المدارس لكنها لا تشمل مطالب إصلاح أساسية يدعو إليها الديمقراطيون وفي مقدمتهم الرئيس جو بايدن الذي اعتبر تلك الإجراءات مهمة لكنها غير كافية بايدن أشار أيضا إلى أن هذا الاتفاق يضمن خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح وسيكون أهم تشريع بشأن التحكم في الأسلحة يقره الكونغرس منذ عقود ويطالب الشارع الأمريكي والذي خرج في احتجاجات غاضبة باتجاه إصلاحات أكثر جوهرية تشمل حظر بيع البنادق الهجومية التي استخدمت مؤخرا في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بتكساس كما حض المشرعين على تعزيز شروط البحث عن خلفيات مشتري الأسلحة وإتاحة إمكان تحميل مصنعي الأسلحة مسؤولية الجرائم المرتكبة بما ينتجونه ويشهد ملف حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة انقساما تاريخيا بين الحزب الجمهوري والديمقراطي بشأن تفسير نصوص الدستور في هذا الصدد حيث يرى الديمقراطيون أن حيازة السلاح ليس حقا مطلقا للأفراد في المقابل يرى الحزب الجمهوري أن امتلاك السلاح وحيازته حق أصيل يكفله الدستور للأفراد وكان الكونغرس قد أقر قانونا بحظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة عشر سنوات وظل الحظر قائما حتى سبتمبر من عام 2004 لكن فشلت محاولات تجديده وفي عام 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماحة بحمل الأسلحة ينضم إلينا من واشنطن إيهاب عباس الكاتب والباحث السياسي سيد إيهاب هل بدأ الجمهوريون في تغيير بعض القناعات المتعلقة بالسلاح بهذا التوافق مع الديمقراطيين؟ أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين يعني من الممكن القول نعم هناك حوالي خمسة أعضاء كان جمهوريون قد انضموا لي مشروع قرار الديمقراطي خلال الأيام الماضية وفي الوقت نفسه أيضا نضم إثنان من أعضاء الحزب الديمقراطي لمسألة رفض أن يكون هناك أي نوع من أنواع القيود على الأسلحة داخل الولايات المتحدة وهنا أريد أن أوضح شيء أستاذ أحمد وهو أن المجتمع الأمريكي متوافق على ضرورة حمل السلاح يعني لا يوجد من يقول أنه لا يجب أن يتم قطع السلاح من المنازل تماما لا هي الفكرة فقط في تشديد إجراءات ما يسمى بالـ background check أو تحقيق الخلفية الأمنية بالإضافة طبعا للبحث العميق في هذه الخلفية الأمنية بأن لا يكون بحثا سطحيا والتأكد من السلامة العقلية لمشتري هذا السلاح بالإضافة طبعا لبعض الإجراءات الأخرى في هذا التقرى وهل هذه النقاط مقبولة في الكونغرس؟ هناك علي خلاف كبير طبعا والكونغرس يحاول أن يمرر قانون مشابه للقانون الذي أقرطه ولاية فلوريدا وسمي آنذاك بقانون فلوريدا لحيازة الأسلحة وهو أيضا له اسم آخر اليوم يناقش به وهو قانون الـ red flag أو العلم الأحمر هذا يقتضي عدد من الإصلاحات من بينها كما ذكرتها حضرتك في المقدمة إجراءات السلامة النفسية والعقلية لمشتري السلاح تشديد الإجراءات الأمنية في المدارس والصرف في اتجاهات متعددة لتوعية الناس بأهمية أن لا يكون في منازلهم أسلحة وأن الشرطة كفيلة بحمايتهم لكن فكرة الكاوبوي الذي يتمتع به المجتمع الأمريكي منذ مئات السنين هو الذي دائما يضع الأمريكيين في هذا الموضع بالأضافة طبعا لأفلام هولويد تلعب دور كبير جدا نعم أفلام الزوميز وأكل اللحم البشر كل هذه ولكن هل المظاهرات التي خرجت ضد فكرة حرية امتلاك السلاح هل لها تأثير هل هي معبرة عن تغير في المجتمع الأمريكي أم هي تمثل قلة فقط لا لا هي معبرة طبعا وخرجت قبل ذلك كثيرا ليس اليوم فقط ولا الشهور الماضية يعني منذ ساندي هوك وقبل عشرة عوام تقريبا كان لدينا نفس المظاهرات وقبل ذلك بسنوات أيضا كانت هناك نفس المظاهرات المشكلة دائما تكمن في القدرات الهائلة التي يتمتع بها أو تتمتع بها رابطة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة أو ما يسمى بالناشنال ريفل أسيسييشن NRA اختصارا لديها مجموعات ضغط قوية داخل الكونغرس الأمريكي ودائما مقربة من الجمهوريين لكن يبدو أن هناك كرة ثلج من الممكن القول أنها ستبدأ كي تكبر خلال الفترة الماضية لكن من الممكن أن تتوقف في أي لحظة لأن المجتمع الأمريكي مجتمع قائم على هذه الفكرة والتعديل الثاني في الدستور يضمن حمل الأسلحة بالإضافة إلى أن ما تم توفق عليه قبل ساعات في الكونغرس يعني هو لا يعد شيء على الإطلاق يجب أن يمرر كقانون وحتى يمرر كقانون تحتاج إلى أغلبية كبيرة في الكونغرس الأمريكي في مجلس الشيوخ تحديدا وهو أمر من الممكن أن يكون عائقا وأن لا نصل إليه في نهاية المطاف بالرغم من كل هذه الجهود ولكن هناك من ربط بقرب الانتخابات وهذا التوافق ما بين الجمهوريين والديمقراطيين ورغبة الجمهوريين في أن يكتسبوا مجموعة من الأصوات أكثر قد يكون لا بأس يعني فكرة قائمة خاصة أن انتخابات التجديد النصفي على بعد حوالي خمسة أشهر أو أقل من الآن فالجميع يحاول أن يتحرك في هذا الإطار وهناك من وضع مثلا تصريحات بايدن ضد الزيلينيسكي بأنه لم يستمع لنصائحه بأنها تأتي في هذا الإطار فالجميع اليوم يحاول أن يخطب ود الناخب الأمريكي داخليا الذي وأيضا يعاني بسبب التضخم وارتفاع معدلات البطالة والأثار والتبعات السلبية السيئة للحرب الروسية الأوكرانية فالجميع يحاول أن يخطب وده ومن الممكن أن يخطب الود الجمهوريون أيضا في هذا الإطار بمحاولة تمرير بعض الإجراءات البسيطة لا تضرب في عمق فكرة حمل السلاح الأمريكي يعني لا يوجد حديث عن الأسلحة الأوتوماتيكية التي من الممكن أن تطقق أكثر من 150 تلقى في الدقيقة الواحدة لا يوجد حديث عن ما يسمى بالبامب ستاك أو الأجهزة التي تضعها وتحول سلاحا عاديا إلى نصف آليا فهذه كلها أمور ما زالت يجب أن تناقش وما يتم تمريره إذا ما مرر بالفعل خلال الأيام القادمة سيكون إنجاز ولو يعني بسيط وبرقة آمن من الممكن أن يبنى عليها بعد ذلك في حديث مع أحد من يعملون في مجال صناعة الأسلحة قال أن لا توجد أي مشكلة في السلاح المشكلة في من يحمل السلاح وهذه هي المشكلة فلا تحمل الأسلحة أخطاء البشر إلى أي مدى هذه العبارة مقنعة بالنسبة للشعب الأمريكي نعم هي نفس فكرة السكين من الممكن أن تقطع بها تفاحة ومن الممكن أن تقطع بها شخص المجتمع الأمريكي لدينا لذلك هم يقولون أن هناك اتجاهات لتحديد ميزانيات أكبر للسلامة النفسية والصحة العقلية إلى آخره والمجتمع الأمريكي فكرة وهذه حقيقة بالمناسبة فكرة الكاوبوي مسيطرة عليهم جدا أنه يجب أن يكون دائما لديك سلاحك وتتباهى بهذا السلاح بل هناك ولايات تسمح لك بإظهار هذا السلاح وأنت تمشي في الشارع أو تدخل إلى المطاعم والمتاجر من الممكن أن يكون ظاهرا وليس مخفيا كبقية الولايات فالجميع في الواقع متوافق على ضرورة أن يكون هناك سلاح في المنزل لكن فكرة أن يتم السيطرة على هذا السلاح بشكل أو بآخر هي التي يدور فيها هذا الخلف بالإضافة أستاذ أحمد لدينا هنا في الولايات المتحدة نصف مليار قطعة سلاح في منازل الأمريكيين وتخيل حضرتك حتى لو تم إصدار قوانين متعلقة بالمنع أو الحد أين ستذهب هذه الأسلحة وكيف سيتم السيطرة عليها بالإضافة إلى سوق سوداء لبيع الأسلحة كبيرة جدا ومنتشرة الموضوع كبير ويحتاج إلى جهود الولايات المتحدة بشكل كبير شكرا سيدهاب عباس الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من واشنطن ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بأهم العناوة رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالة النواب الصدريين والصدر يعتبرها تضحية للتخلص من المصير المجهول استباقا لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد لبنان بقصف مدمر إذا وقعت الحرب استفاني ويليمز تعتبر محادثات القاهرة فرصة أخيرة للتوافق على الدستور الليبي عزبو ماكرو والاتحاد اليسري بقيادة ميلانشو يتصدران الدورة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية تهى حصاد اليوم من قناة الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة